إجراءات بوغبريت نجحت في كسري شوكتي نشر مواضيع البكالوريا عبر مواقع التواصل الاجتماعي في اليوم الثاني على خلاف ما حدث في اليوم الأول. وزارة التربية الوطنية سجلت نسبة غياب قدرت بـ 11.39% من المترشحين خلال اليوم الأول من امتحان شهادة البكالوريا أي ما يفوق 86 ألف غائب ومقصي منهم نحو 7500 متمدرس وجدوا أنفسهم مقصيين بسبب التأخر. فيما خص تأخر تكلمنا عدة مرة لما جي متأخر باش ترفد الطيارة طيارة تقلع ما تقدر تجري وراها رحنا في نفس الوضعية وراكم عارفين باللي القيطاع التربية دخل المدرسة طول السنة عن 8 وتلاميذ كلهم يدخلوا عن 8 واللي جي متأخر يقعد برا. جماية أولياء التلاميذ استنكرت عملية إقصاء التلاميذ بسبب بضع دقائق من التأخر. نحن نندد بهذا العامل اللي حطمنا أولادنا مستقبلنا هذا التلميذ رح حطمه رأنا مصباح والأولياء تاهم يتصلوا معنا باش نشوفوا حل مع سيدة الوزيرة ولا معه لكن لا حياتني من التنادي كان طفرة ذركاء وهو الخطأ ما هوش من التلميذ الخطأ هو أن وضعوا مركز في مقر الدائرة البلدية يجو ثم كيين بعض التلاميذ لا يعرفوش مركز الإجراء على هذا نناشد سيدة الوزيرة أن تأخذ بعن اعتبار هذا التأخر بعض التلاميذ ليس عمدا وتلميذ متامدرس وسغير في السن ويعاقب. بنغابريط وفي اليوم الثاني لم تسمح بتسريب المواضيع بعد أن تم قطع الأنترنت تزامنا وانطلاق الامتحانات تفاديا لسيناريو اليوم الأول وهو ما استنكرته النقابات. لا يؤثر تماما على التلاميذ وإنما يحاولوا يشوشو ويحاولوا يعتبروها بالنسبة لهم تحدي ولكن يعتبروها أن هذا الشخص اللي قام بها ما يشرفش إذا كان قطع التربية ما يشرفش قطع التربية وإذا كان ممكن عندهم أهدف أخرى ممكن للمساس بمصدقية الامتحان بمصدقية الأمن الوطني لأخير. توقعات وتحذيرات بنغابريط بشأن التأخرات تسجلت بتسجيل مئات المقصيين لكن الوزيرة أكدت أن سيناريو التسريبات لن يذكر السنة المقبلة فهل ستنجح تنبؤات الوزيرة بنغابريط؟